أينما وليت وجهك في هذه المدينة وجدت أزمة هكذا تعيش تاعز معاناتها وهكذا يمضي المشهد في المدينة المحاصرة لا تتوقف الأزمات عند حدود الملف الأمني والعسكري بل إن الخدمات أيضاً أصبحت شبه معدومة من غياب تاب للمياه الصالحة للشرب واستمرار لتعثر القطاعات الخدمية الأخرى أسباب عديدة أدت إلى خلق أزمة عدام المياه أهمها الاستنزاف العشوائي وتوقف عملية الضخ إلى المناطق السكنية والزراعية بالإضافة إلى تأخر موسم الأمطار عن موعدها المعتاد وهو ما جعل سكان المدينة يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المياه لا تتوقف المشكلة عند هذه الأسباب فقط بل إن الحوثيين تسببوا في خلق الأزمة أيضاً حيث اتهمت مؤسسة المياه والصرف الصحي في تعز ميليشيا الحوثي بإيقاف ضخ المياه من الآبار الرئيسية الواقعة تحت سيطرتها شرق المدينة استنزاف المياه الجوفية أيضاً بشكل مباشر أسهم في تضاعف الأزمة حيث تستنزف عملية زراعة القات في ريف تعز الغربي كميات كبيرة من المياه الجوفية خصوصاً في منطقة الضباب والتي شكلت طوال الفترة الماضية مورداً رئيسياً لسكان المدينة معاناة كبيرة إذن يعيشها سكان تعز حيث لا يستطيعون توفير قيمة خزان مياه واحد بسبب الأسعار المرتفعة إلى أضعاف ما كانت عليه وهو وضع يتفاقم يوماً بعد آخر أمام عجز الجهات الرسمية على حل المشكلة وتوفير أبسط مقومات الحياة ترجمة نانسي قنقر